السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياتي أخواتي مرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب العالمين نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على رسول الله اليوم الفيديو بتاعنا جبت لكم على المقاول للذاتي يعني أنت أو أنت أختي رح ننفعوكم إن شاء الله بهذا الخبر الجديد هذا البطاقة اللي هي بطاقة المقاول الذاتي رح تستفادوا منها العامل الحر أو المقاول الحر اللي يخدم عند روحه نحن كما جاء على لسان وزير المؤسسة وزير الاقتصاد المؤسسة الناشئة والمصغرة ياسين المهدي وليد جاء على لسانه أنه هذا البطاقة بطاقة المقاول الذاتي أو العمل الحر بطاقة هذه رح تتمكنك بزاف خاصة الجزائريين وليل الجزائريات اللي يخدموا بطريقة غير قانونية رح تتمكنكم باش تخدموا طريقة قانونية البطاقة هذه درتها وزارة الشركة وزارة الشركة الناشئة للناس اللي يخدموا عند نفسهم حرين سواء مرأة أو رجل رح تستفادوا أنتم من هذا البطاقة ودول رح تستفاد معكم ثاني يعني واش رح تستفاد من أنت تتبع معايا أنقلك أنت أختي اللي رح يتخدمي في البيت ولا أي عامل حر يقوم به في الآخر وبعد عمر طويل رح ترقى ورحكم بلا لاغوتخات بلا تقاعد بلا والو هذا البطاقة رح تمكنك أنك تدي لاغوتخات بتاعك ولا تقاعد بتاعك أنت أو أنت أختي أو آخي المقاول وبعض الفوائد اللي رح تستهل عليكم من العمل ديالكم وتخدم بطريقة قانونية يعني هكذا تخدم بفوضى وبطريقة غير قانونية لكن هذه البطاقة رح تسهلك أمورك وتخدم بطريقة قانونية البطاقة هذه ما تختلفش كثير عن بطاقة الحرفي لكن تختلف في بعض الأمور الخاصة بالنشاطات اللي رح تتكلم عليها تتكلم عليها الجريدة الرسمية العدد 37 من تاريخ 24 جوان من سنة 2023 تم الإعلان عن قائمة النشاطات اللي تكون مؤهلة باش تستفاد من هذا البطاقة في نفس الوقت أعلنوا عن طريقة التسجيل والتحصيل لتحصل على هذا البطاقة كيف تحصل يعني على هذا البطاقة باش كل هو المقاول الذاتي نعرفكم بالمقاول الذاتي شكل هو هو أي شخص المقاول الذاتي هو أي شخص جزائري الجنسية يمارس نشاط فرضي يعني يخدم عند روحه يعني مش في مؤسسة وطنية ولا عمومية ولا خاصة ويكون عنده ربح يعني يدخل لدراهم ولا يدخل الأربح من هذا العمل اللي رايقوم به هذا هو المقاول الذاتي كيفاش تحصل على بطاقة المقاول الذاتي البطاقة هذه رح تمكنك من فتح حساب بنكي تجاري يعني بزنس أكاونت رح كذلك تمكنك هذا البطاقة أنك تتحصل على ضمان اجتماعي يعني تولي عندك أسيرونس يعني تحصل على التقاعد ثالثا الإعفاء من تسجيل في السجل التجاري رابعا الخضوع للنظم الضريبية التفاضلية وفي نفس الوقت رح تستفاد من نظام ضريبي جوزافي واحد يعني خمسة بالمئة يعني ما رحش تدفع الضريبة مثل الشركة كبيرة بما أنك أنت شخص واحد رح تدفع الضريبة تكون قليلة بزاف وعندك فايداء معهم قائمة النشاطات اللي المقاول يقوم بها ويكون مقاول ذاتي هي أو النشاطات المؤهلة للاستفادة من هذا القانون الأساسي للمقاول هي استشارة أولا كما جاء في الكاميرا كما رحكم تشوفوا في الصورة استشارة وخبرة وتكوين خدمات الرقمية والأنشطة ذات سلة الخدمات المنزلية الخدمات الموجهة للأشخاص الخدمات الترفيه والاستسلية الخدمات الموجهة للمؤسسات الخدمات الثقافية والاتصال السمعي البصاري كانت هذو من المعلومات اللي عندي إن شاء الله تستفدتوا معانا من هذه المعلومات وأي استفسار خلونا تعليقاتكم رح نجاوبكم إن شاء الله ورح نزيدوكم إن شاء الله معلومات جديدة على هذه البطاقة بطاقة المقاول الذاتي اللي رح تستفادوا منها إن شاء الله نتمنى نكون فتكم أفيدتكم يلا ما تنساونا شي بالبصامات وطلعونا الفيديو باش يروح للناس اللي مستحقين هذه البطاقة إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم والخبر هذا عن يقين يعني من طرف وزارة الاقتصاد ومؤسسة الناشئة والمسغرة خلونا تعليقات وبصمة ورفعونا الفيديو إن شاء الله نتمنى لكم كل خير إن شاء الله للشابي بتاعنا والشابات الديلنا لكل جزائرين والجزائرية إن شاء الله نتمنى لهم مستقبل حر إن شاء الله وزاهر يا رب ورب يعاون كل واحد نقول لكم دمتم في رعاية إلا وحفظة جميعا إن شاء الله نتلاقوا في فيديو قادم مع إفادة جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة